هناك إطلاق رصاص مباشر لا ندري إذا كان على مركبة الإسعاف المركبة سيارة إسعاف يحيي يمكن أن نقول لنا الصورة كذلك تتحدث عن نفسها مركبات إسعاف تهرع بين فينة وأخرى الآن يطلق عليها الرصاص مباشرة نعم إذن جيش الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف بالرصاص يبدو أن مركبات الإسعاف تعرضت لإطلاق رصاص يحيي إذن الاحتلال يستهدف المواطنين الفلسطينيين وحتى سيارات الإسعاف بالرصاص نعم فادي لا أدري إذا كنت أسمعني يحيي نعم واصل فادي نسمعك بوضوح إذن يبدو أن مركبات الإسعاف تعرضت لإطلاق رصاص من خلال جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن في هذا الموقع وهذا ما دفع المواطنين الفلسطينيين هنا لأن الجيش ينتشر حقيقة سواء لقناصة أو حتى الأليات العسكرية نحن نأخذ مكانا يحيى نحاول فيه أن لا نكون في مرمى رصاص جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي حتى هذا الشارع الذي يظهر الآن في هذه الصورة ومركبات الإسعاف التي الآن تنقل المصابين أو نقلت المصابين هي عائدة للمستشفى أم ستستقر مكانها المداخل الأخرى العمودية على هذا الشارع كل مدخل تقريبا يوجد آلية من آلية جيش الاحتلال وعدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي التحرك حتى في هذا الشارع هو خطير جدا لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص كما شاهدنا مباشرة على مركبات الإسعاف حتى أنك يمكن أن تلاحظ أن هذه الصورة هنا يعني مركبات الإسعاف تخرج من المخيم بشكل سريع جدا خشية من أن تتعرض لإطلاق رصاص وكذلك كما حدث واستمعنا الآن مباشرة في هذا الموقع قبل قليل يحيى إحدى مركبات الإسعاف كانت قد تعرضت يبدو لإطلاق مباشر للرصاص وكذلك أيضا استدام بالمآليات العسكرية بها لاحظنا مقدمة هذه السيارة هنا ما زالت كذلك عن ما زالت تتعرض للهجوم من قبل والاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من أن الصورة واضحة بأنها مركبات إسعاف وكذلك أيضا الإشارات وحتى المسعفين يرتدون هذه الأزياء أو اللباس الذي يظهر بأنهم مسعفون يقومون بنقل الجرحى في هذا السياق ترجمة نانسي قنقر